في لبنان هل تكون الإجابة سعد للخروج من نفقه المظلم؟ واقع الحال يقول لا شيء أكيد في هذا البلد الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة ومنطق التسويات وإن كان الحريري مرشحا طبيعيا لتشكيل الحكومة اللبنانية اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي طفى بقوة على السطح خلال الساعات الماضية بعد جمود في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة استمر لأكثر من أسبوع جاء ليفتح فجوة في جدار الأزمة الحكومية عبر إعلان شخصي منه باستعداده لترأس الحكومة المقبلة شريطة قبول مختلف القوى السياسية بالورقة الإصلاحية التي نصت عليها المبادرة الفرنسية أمل جديد خلقه الحريري لحل الأزمة الراهنة لكن الطبيعة اللبنانية تؤكد أن ترجمته على أرض الواقع سيكون من الصعب بمكان في ظل طبقة سياسية يتحكم بها حزب الله الرافض كليا لأي استعانة بصندوق النقد الدولية وبالطبع المبادرة الفرنسية التي يرى سعد الحريري أنها الفرصة الوحيدة المتوافرة أمام لبنان ساعات هي إذن أمام الحريري لإجراء المشاورات التي من شأنها أن تؤمن تسميته رئيسا مكلفا في استشارات الخميس المقبلية المقررية أن يجريها الرئيس مشيل عون وفقا للدستور ساعات من شأنها أن تقدم إجابات لأسئلة كثيرة فهل ينجح سعد وتسير الأمور على ما يرام أو أنه يضطر إلى بعض التنازلات بتحويل حكومته إلى التكنوسياسية أم أنه يكلف ولا يؤلف أم يكمن الشيطان في التفاصيل فتبوق هده بالفشل وتؤجل الاستشارات إلى وقت لاحق كما جرت العادة اللبنانية